السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسائل فل كل سنة وانتو طيبين بمناسبة اليوم الثالث من رمضان بنتفرج على الصفارة يا جماعة دي امسي الصفارة عاجبني والحلقة التانية كانت نار واو امين من الممثلين اللي بياكلوا فعلا تلاقوا موثلين كتير في الحاجات بتاعت الاكل ديت يروحوا بقربين الاكل من بقوم وبعدين يروحوا فصلين عليه ورجعين عليه تاني بيمضغوا خلاص بسه امين من الراجل من الناس المخلص على ما يبقى انا نفس افهم بقى موقع الصفارة من الموضوع ايه مش هيتوا استخدم مرة واحدة بس اقالوا كده انا مستمتع بالصفارة بصراحة الدنيا معاي زريفة جدا هو صفر فيها في اول حلقة اينو معنى كده ان ودرها خلص خلاص مش هتيجي تاني انا كنت متخيل ان هو كل كم حلقة حيعمل موضوع الصفر في الزمن ده وخلاص بعد كده او كل كم حلقة لان في الاعلان ظهر كزا شخصية ياه ده هيبقى اجمد ياه ايه رأيكم في مكياج امين لا مش حلو كمان شايفوا كويس يا جماعة على مستوى التوقعات التلفزيونية كويس اوي اتهت سوقي خفيفة اوعى القلب ومش متكلف ومسنك في تناغم هو وامين الحوار ما بينهم رايح جاي بمنتهى السلسل في الدنيا وده من وقت البرنامج بتاع امين عارفين اللي سكيتش بتاعلم ابو كان بيصحي من النوم ده كان عبقاري بقى ده احساس الناس اللي تتفرج على المسلسلات في التلفزيون دي حاجة صعبة ايه والله رشيد يا دود رشيد حلو رشيد هما زي ما هما شخصيا ووصفينه بيقولك ان هو معالجة عصرية للكونت دومونت كريستو محمد منضوح في دور البطولة والوعبي كده معمولة في الدور بتاع اصدقائه والدور بتاع مرسدس المفروض ان اللي قايمة بيه رهام عبدالغفور وفيه مجهود حلوة قوي لتشعيب تشعيب ده اللي هي شعبانة يعني اللي هي تقريب الحدوطة بتاعتنا من الاطار الشعبي والتعصير كذلك اللي هو ان الحدوطة بتاعتنا تبقى بتدور في اطار معاصر مع بعض الصفات الخاصة بالبطل وبحياته الاسرية والتعقيدات اللي فيها والامور دي كلها والاعتبار بتاع الناس بقى عارفها الكونت دومونت كريستو فانش هنقعد نقافل ما يعني موضوع الشخص اللي بيتظلم وبيتحبس وبعدين بيخرج بنية الانتقام ملبسات الحبس بقى طريقة الخروج طريقة الحصول على الثروة كل دي امور لسه فيها ابعاد كتير مش متضحة ولكن انا مستمتع جدا بحاجات كتير في المسلسل على الابعاد الدرامية والتكسيدية بتاعت التمثيل لان التدفق بتاع الحوار ببين الشخصيات رائع جدا 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 عندنا ادوار مسندة كمان متميزة جدا حسن العدل في دوره والده من الناس الغير مهروسة في التصنيف بتاع الدور ده اصدقائه الاثنين منهم واحد انا بس الاسماء بتهرب مني اتصور انه هو خالد كمال من المسلسلين انا عموما بحبهم واللي في المسلسل ده هو تقاين بدور كويس جدا وفي شوية تعقيدات جانبية لها علاقة برئيسه في الشغل صلاح عبدالله برضو دوره حلو جدا مراته تانية نهل سلامة من الاسماء اللي كانت اختفت برضو وهم افتكروها واشتغلوا بيها عاملين بيها شغل كويس والغاية دلوقتي صعبة قوي على المشاهد انه هو يربط القطع دي هتساهم ازاي في الحدث الاعظم بتاعنا وهو عملية الظلم اللي حيقع على بطالنا اللي هو رشيد وبعد كده بنشتغل على خط زمني اخر ليه علاقة بالمستقبل او بالشخصية دا بعد ما بيخرج من السجن وبيحاول يلملم حياته وينفذ الانتقام بتاعه اللي على ما يبدو المتهم فيه شخص معين انا كنت متصور ان الدنيا هتبقى نمطية شوية في النقل مع التركيز على ادوات الايجادة بتاعة التكسيد التصوير حوار ودي حاجات كويسة جدا فعلا ولكن انا اعتقد ان التوستية اكتر من كده شوية بدليل ان احنا وصلنا للحلقة التالتة ولسه اللي احنا عاوزينه يحصل ما حصلش يعني لسه عملية الخيانة اللي هو بتعرض لها لم تقع بعض ودي مشكلة معي يعني دي لو حاجة تم التلاعب بيها بحيث ان الحدوتة كلها تبقى مختلفة في المستقبل يبقى انا اشتريت تماما يعني اللي انت متخيل ان هو الخاين يطلع مش هو الخاين وان يكون التعقدات بتاعة الزمن الحالي فيها حاجات كتير مش واضحة للمشاهد وممكن يتم التلاعب بيها ده يبقى من اذكى ما يمكن ولكن لو انت شايل لي نفس الحادثة او نفس الواقعة اللي احنا كلنا منتظرينها لابعد من الحلقة التالتة يبقى تأخرت اكتر من اللازم انا في رأيي الشخصي دي حاجة لازم تحصل بدري لازم من الحلقة الاولى تعملها لو حتعملها بالشكل المتوقع منها وبعد كده نتكلم في الاحداث اللي بتنطلق في الكونت دمونتي كريستو في كل المعالجات اللي احنا شفناها بعد كده فدي حاجة الحاجة الوحيدة اللي انا بتفرج عليها او برائبها بشوية تحفظ او بشوية تحفظ عايز اعرف هيتعاملوا معها ازاي كمان البواريك اللي بيعملها محمد منبوحة لشان تابعين الخطين الزمنيين اللي احنا فيها مش احسن حاجة في الدنيا بصراحة مش بلعهم قوي يعني ان الحدوطة النمطية اللي احنا متوقعينها مش هتحصل زي ما احنا متوقعين او ان في مفاجآت منتظرانة في المستقبل ان مش بالضرورة كل واحد خين حيطلع فعلا خين وكل واحد صديق وافي حيطلع فعلا وافي في الاخر الموسيقى التصورات طاعت رشيد فاصلان يمبوز المسلسل بالنسبالي انا مش معلمة معايا خالص لا سلبية ولا ايجابية ايه رأيي في الكبير لا مش حلم وصولا للحلقة الثالثة واحنا لسه في نفس الحدوطة واي حدوطة مش جايبة اصلا يعني انا كنت قلت لكم السنة اللي فتت من عوامل تمييز الكبير في الموسم السادس انه لما كان بيمسك طرف حدوطة معينة ويقرأ هم نفسهم كقودة كتابة انها مش هتجيب قوي كانوا بيموتوها بدري اللي هي الافيه اللي مش جايب مفيش داعي نقعد نحلب فيه اكتر من اللازم او نصمم عليه اكتر من اللازم خلونا نطوع ونتحرك بس احنا بقلنا ثلاث حلقات في الموال بتاع الكبير ومربوحة والعلاقة الزوجية وكل شوية ندخل ست حلوة في الموضوع علشان نقعد نهين في مربوحة اكتر واكتر ونساهم اكتر واكتر في الانطباع اللي عند الناس عنها ان هي مزعجة وزنانة وبتزعق وبتصوت والحاجات دي كلها وانا مش مختلف مع ان دوت اللي حاصل فعلا انا بس مشكلتي الوحيدة ان احنا زي ما تكون مربوحة هي العنصر الوحيدة لو سحبنا من المسلسل المسلسل حيبق زي الفول الدراما الرمضانية في ازها عصرها وفي افضل احوالها ومربوحة هي المنغصة علينا هذه اللوحة الرائعة الجميلة التي لاي شبه اي شائمة فلا هم طويلوا اكتر من اللازم في حاجة ما تجيبش ابدا يا طب الحوار اللي بيحصل على مربوحة دي لا مربوحة موضوع غريب قوي يعني ما عرفش طبعا شبهة موضوع اللجان او الحملة او الكلام دوت ما هيش غلط تماما لان الحاجات شبه بعضها والانتقادات مكررة وفي حد كان قفش بسطات كتير على فيسبوك بتقول نفس الكلام بالنص ودي مدرسة اللجان طبعا وكلنا عارفنا والكلام ده بس ليه بقى ليه مين يا جماعة اللي ممكن تكون من مصلحته ان يعني رحمة احمد ضغط على اعصابه لهذه الدرجة هي يعني شكت مين في رزقه لهذه الدرجة انا بصراحة حاولت افكر في حل اللغز ده ومعرفتش رامز جلال رامز جلال مشكلته مع الكبير مش مع مربوحة يعني انا مش ببرقهم يعني ما بدفعش عنهم مش بعيد بس هما لو حيعملوا كده يخططوا في الكبير كله دونيا سامير غانب دونيا سامير غانب عندها مسلسل تاني ولسه مابتداش يعني هما حتى مش بيكلوا مش بيكلوا في المشاهدات بتاعتها في توقيت العرض بتاعها طبعا ما بقولش ان الدونيا سامير غانب ممكن تعمل كده بس شركات الانتاج تعمل له اكتر الكبير نفسه دم نتقل وطريقة مواقساته الكل بنت حلوة يا سامجة طب ده ليه ما بيتقلش بقى ليه الكلام كله قايم على مربوحة خمسة وتمانين في المائة مربوحة خمستاشر في المائة المسلسل مش حاسس انها توصل لدرجات يا بقى لا 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 توصل لكده واكتر من كده كمان يا راجل كل سنة وانت طيب صباح الفل هي مش وحشة يعني هي كانت كده برضو الموسم اللي فات بس عشان الموسم ده وحش فهي جات في الرجلين هي نفس النمط بتاعها والمستوى بشكل عام مش حلو فكله رجع بضهره سالناس جاي عليها بزيادة يا فكر معايا في الصورة زي ما بقولك كده انت لو شلت مربوحة من هذا المسلسل كان حيبقى حل هو كوميك وتاخد كوبيو بيست وناس فضلت تشيره عشان جابريش لا 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 لو ناس عدية ماشي لكن احنا فيه بيجز بتاعت انترتيمنت وكلام زاد لا 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 الموضوع عليه عليه بصمات اللي جان واضحة جدا وصل بيه كمان الجرائد اللي دخل واخد مواقف من الموضوع وصفحات الانترتيمنت بتاعت الجرائد الرسمية والمواقع الرسمية وكلام ده لا الموضوع عليه ريح مش حاسس انه هو ارجانيك مية في المية وممكن نختلف في ذلك انتو حرين يا انا بقيت استنى مشهد نفادي اللي في الاخر النفادي السنادي اللي حل نفادي بيعيد استنتاج او بيعيد استهلاك نفس النكت والافادة بتاستنى اللي فاتر هي هي بالضبط بس ميكي في الاخر بيروح ايه مبروزها بكلمة يا ابني ما احنا اخدنا الحوار ده قبل كده ما انا خدت معاك النقاش ده قبل كده هي كده بقت فريش كده بقت نقطة جديدة قلت في الحلقة الاولانية بلاش نحكم بعدها بس بعد ما وصلنا للحلقة التالتة لا 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 احنا حتى اول ثلاث حلقات الموسم اللي فاتت ما كانوش حلوين بس كانوا احسن من كده بكل تأكيد ممكن يرجع ويتحسن ممكن اصلا الاختيار التاني ايه يعني احنا اتفرج على الرمز احيي انا بصراحة عندي حل اخر لان في نفس الوقت دوت او اس ان سيريز بتكون جايبة فرينز فانا ممكن اسك عالك كبير ومربوحة وطابازة ورامز وكل الهم ده اتفرج على فرينز تاني معنيش ايه مشكلة متفق معاك تماما يا باسم وهي دي النقطة بقى اللي احنا عاوزين نناقشها هو الشزوز يعني احنا الوقت بنتكلم على الكبير على اساس انه هو شز عن القعدة اللي احنا فيها قعدة المتعة والتعلم والتضوق الدرامي والشرب من بحار المتعة والتسلية اللي موجودة في بقية المسلسلات هي اصلا القعدة شكلها عامل ازاي احنا لو بنتكلم على ان رحمة احمد عندها مشاكل في الاداة هو بسم الله ما شاء الله مين ما عندوش مشاكل في الاداة انا اللي جنني الى حد كبير ناس كتير من الى طلعوا يدفعوا عنها وهم مشاهير ممثلين مثلا وحاجات زي كده يقولك وايه يعني بنت صغيرة وعندها مشاكل في الاداة اللي هو عن عمله بص على بروفايل حضرتك شخصيا هي بس لو عندها مشاكل في الاداة وحضرتك المرجع يعني بستغرب بقى بس بستغرب بصراحة لما بنبقى في المستنقع مع بعض وبعد كده واحد يطلع بدماغه من المستنقع ويقول اف فيه حتة معرفش ايه مش عايز اقول الكلمة بقى يا جماعة يا جماعة احنا بيمثل على بعض ليه يا جدعانين مش احنا مش نزلنا البحيرة دي واحنا كلنا عارفين احنا فين ولا حنقفلم على بعض انا محبش اللي يستعماني انا محبها كلنا نزلنا هذا المستنقع واتفقنا على ذلك لو حد حيوقف برا المستنقع يوقف ساكت نزلت خلاص لكن نقف بقى نستعمى بعض فلان الفلاني عنده مشاكل في الاداة ده احسن ممثل في مصر عنده شوية اداء في المشاكل ده اللي هو النجم اللي هو نمرة واحد يعني يا جدعان عاوزين تحسوا بقدر او بعمق المستنقع اللي احنا موجودين جواه زقوا شوية كده جوا رمضان اربع خمسة ايام وبعدين انقلوا بسرعة روحوا تفرجوا على اي مسلسل اجنبي اي مسلسل مش اي مسلسل كويس اي مسلسل اجنبي ينهار اسويد انا مبارح من زهق من المسلسلات روح تتفرج على شرينكينج وشرينكينج مسلسل كويس بس ما هواش ما هواش ده جاد فادر يعني ما هواش جيم اوف ترونز ما هواش بريكينج باد بتاع التلفزيون ايه ده ايه الفرق يا هاري اسويد ايه يا ابني الاداء ده جيسن سيجل دوت المفروض يقسب الاوسكار كل سنة ويشوفه له المسابقة تانية ويحجبه رقم الفانيلا بتاعته فرق مرعب يا خبرة بياض فما نبقاش بقى جوا هذا الشيء اللي احنا جواه ونقعد نقول لا ده حلو ده ما هنتظر شوية لما حد يعمل حاجة حلوة نقول ياه لما حد يعمل حاجة طرشة اوي يعني يجيب اخر الدنيا يعني نبقى نعيب ودي النقطة اللي اعتقد ان احنا فيه شوية اختلافات ما بيننا وبينها في موضوع الكبير وموضوع مربوحة اه اسوأ من اللي فات بس ما هواش ما هواشش انا ما عرفش ايه له قدامي ده مثلا لا انا يعني ايه ايه ده احنا عندنا مديرين اضاءة بيطلعوا الستات بشنب يا جماعة دي حاجة صعبة اوي والله ده مش مبرر برضو الطبيعي الهجوم اكتر لان هم متشافين اكتر يعني ايه بس ان كل الكلام يتحمل على ممثل واحد او ممثلة واحدة ده موضوع شكل ومش طبيعي يعني الباقي تمام بس هي مربوحة اللي خلاص انا مش قادر هنا حانى موعد الصرخة طب ما لو حنصرخ ما نصرخ فوجوهم كلهم ويا ريت بقى ان نعمل الصح يا مش صرخة يا المفروض تكون حاجة تانية وحقيقة تبقى فوشهم كلهم لان هم كلهم لازم يتصرخ فوشهم كله شبه بعض وكله عمال يكرر وكله عمال ينقل العمال يتفرج على كل المسلسلات هل فيه مسلسل واحد احنا بنتفرج عليه حسينا ان هو كان عنده فكرة نتج عنها مسلسل ولا كل الناس ده زي ما تكون متكلفة بالامانة كده يا جماعة وعلى فكرة ده مش قصدي ان كل من يكلف بانه يعمل عمل معين معنى كده ان هو لازم يكون حاجة سيئة في حاجات طلعت من ده وتبقات كويسة بس فيه كام عمل احنا بنتفرج عليه حسينا ان هو وراه فكرة اولوه داعي الكبير بكل تأكيد حال الحاجة الوحيدة اللي ميكي نجح فيها مؤخرا فلازم يقعد يكرر فيها على قد ما يقدر لا عندهم فكرة ولا عندهم مواقف ولا عندهم اي حاجة احنا بنزوده خلاص امين الفكرة اللي عنده ده هي فكرة كويسة ولكن هو بينقل شوية من الفورميلة اللي عملها اكرم حسني السنة اللي فاتح وزي ما قلنا كده اللي هو بيقدمه ده وتشبه شوية من كليك على شوية من بدازل ده على ما عرفش مين قطر خير الدنيا ان هو معمول بشكل كويس غير كده شوية كاستس على بعضها مع مخرج مع سيناريست عملوا شغل كويس فقرروا يختاروا موضوع جديد ويشتغلوا على اساسه رشيد عنده فيه رشيد رشيد شخصيا بيقدمه عالجة لأحد الكلاسيكيات فين العمل اللي وراه داعي اللي لهه داعي فين تدلاسه بتاعنا وبرضو تدلاسه دوت مش قمة الجبل فيما يتعلق بالدراما او الكوميديا التلفزيونية بس فيه فكرة في حاجة فرش بنت لازين او انا عندي فكرة العمل يتعمل جعفر العمدة حلو اهو ده بقى ده ده انا 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 متفق مع هزا الراجل نقعد جوه المستنقع سكتين يا اما نش رخف وجه الجميع لكن نقعد جوه المستنقع ونش رخص رخف وجه واحد بس انا بقى مستغرب بصرا وسؤال مهم بقى عاوزين نجابه ونخلص منه يا مدينتي هتخلص امتا ايه يا جماعة اغنية مصر ما يشدوا حيلهم معانا شوية معقول الفضل كتير قوي كده فيها دول شغالين فيها بقى لهم يجي 30 سنة ما فيه ايه ايه حبيبي انتا وهو شايلين فلوسكم ليه مات يلا اللي ياخد شقة واللي ياخد محل واللي ياخد فيلا واللي ياخد بتاع تخلص ازا تتباع يا حبيبي تتباعكم لا ما لما تتباعكم لا حيبطل يعمل اعلانات اغنية مصر الموضوع في ايديكم بالكامل نؤمن على جيوبنا بعد اذنكم ونروح نشتري في مدينتي علشان نخلص من ام الاعلان اللي بيقعد نص ساعة لوحده ده كل سنة الاعلان بيطول الراجل بيدفعنا التمن ما هم بيابنه جديد افضلوا شتروا ايه الفلوس بتخلص اعلان روبي حل فاكرين لما كنت قلتلكم اعاوز اعلان كاتشي اقعد اتميل واترقص معاه اعلان روبي بيديني ده بصراحة حاجة كالورفل و جميلة كده شافت الدنيا في الاعلان بتاعها بتعمل كمية كوريوجرافي معقد وبتاع روبي امتعملش اي حاجة جماعة في الاعلان بتاعها مالك حالهادي بس خلاص احنا كمواطنين عاوزين اغري ان احنا نقعد نتمرقع شوهية يعني الناس بتكبر في مستوى طموحنا وبتحاول انها هتعقد الدنيا اكتر من اللازم بس بتمشي بس البنت كل المجهود اللي عملته في الحياة انها بتمشي فاديم في توقت تعمل كده بس يا ابني روبي استنى 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 كده قدت كده قانوني لدينا الشربيني خرجتها من اجنتت الدراما كلها روبي منافس صعب ما تقدرش توقف قدامه مش سهل فاكريين السنة اللي فاتت لما كانوا بيقفوا يعملوا كده هي ودينا الشربيني روبي بس عملت كده ما رأي بقى بره بره حطوا اسمها بره على الدراما دينا الشربيني ما تخشش تاني خلاص انت تجننت دي روبي اه قولك المشاهد عاوز رسالة ايجابية تعالى نجيب حمزة نامرة ومحمود العسيلي ونحطهم على جابع الموسع ونجيب اغنية ونعمل بتاع نجيب عمر دياب وهو بيغني علشان محمد صلاح هو وعيلته كلها يمثل على ألحانه وهو بيقدر سعلى ايجابية استنسك انتو فاهمين الاودينس غلط الاودينس مش عاوزين كل هزي الاعتبارات الملحمية الاودينس عاوزين شوية مرقعة اديني شوية مرقعة في المعقول تقول لي الاعلان بتاع زهرة لا يا فندم دي مش مرقعة دي مليطة حضرتك فاهم المجتمع غلط انتو لو درسين شوية ماركتنج زي الناس المجتمع مش عاوز ما دي مليطة دي دي مليطة ما تنفعش المجتمع مش عاوز ده المجتمع بيحرج من ده بيتكسف من ده ويه الراجل صاحب الاعلان اللي طالع جوا ده عاوز يفرد نفسه يبقى نجب مجتمع بالعافية الحج ابراهيم فرش طالع في الاغنية مع روبي يعمل لها كده الراجل واخد وقاره قاعد بالشيشة بتاعته فوق في المصنع الاصلي تلاقيه في البستين ولا حاجة وسايب البنت ادي صاحب العمل وصاحب الحرفة الامكانيات المناسبة وسيبه هو يبدأ الراجل فاهم الحج ابراهيم فرش عارف كويس قوي هو بيعمل ايه قاعد هو بالشيشة والعباية فوق والبشت بتاع ميسي ومروق نفسه عمال يشوف ايه يا جماعة طلعوا لي الدفاتر فين بيعنا كم غسالة بيعنا كم تلاجة بيعنا كم بوتجاس بيعنا كم معرفش مين وروبي على الهادي البنت ارهقت لا 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 انا مش عاوز عجن انا عاوز مرقاها على خفيف رسالة رسالة لكل بتاعت الماركتينج في كل الشركات وكل البراندات العالمية شوية مرقاة على خفيف ده كل اللي احنا عاوزين لو حتبع لي براغيط الستة حاشتريها مش فرق معي اعلان احمد عزو ياسمين صبري احمال في احمال في الاعلان اعلان تقيل قوي تقيل قوي وكمان مرة مصمار جديد في نعش الفيمينزم في الماركتينج المصري في نفس الاعلان احمد عزو كان حيخلع لها كتفهة لانه بيهزر في الحديد وده هزار غبي فيش بني قدم في الدنيا انا اقول انا دخلت الجيم في حياتي كله وقبان سنة 4-5 مرات وفاهم كويس قوي ان الهزار في الحديد هزار غبي كان حيخلع لها كتفهة وكان حيسحلها لما تمد ايدها على الباب بتاع العربية وهو رح سايق ايه هزار سنة 92 ده حدش في الدنيا يهزر هزار زي ده وهي وهو يعمل فيها ده كله وهي البرش ممكن يا عشقاوة وتاخدونتوا بقى الرسائل دي وتروحوا تطبقوها في الحقيقة اللي تسحبك على اسم واللي تلتشك ألمين واللي تهزأك تفضل قاعد بنفس الاثر النفسي بتاعتي اللي سمعته لك بقيت عمرك كله ليه علشان تصدقت ان اللي بيعملو أحمد عز ده هو صالح للتطبيق عندنا احنا بنت تيجي تهزر معها بتفتري عرفية تروح سايق بس هتروح جايبك من شعرك في الشارع أو بالشبشب لانك في لحظة بتتخيل انك ممكن تكون أحمد عز لا 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 هي روبي يا جماعة وروبي يا سلام روبي هي نابولي هي نابولي الاعلانات المصرية هذا العالم خمسة وخمسين محاولة لخروج من المستنقع وسأنتهي بأن المطاف عليقين في المستنقع قاعدا أحلى ميسا يا دول إذن فلنستمتع بهذا المستنقع على فاكر هو المستنقع مش مضرر قوي هلما انت عارف ان المستنقع بادي مشكلتي عارف لو احنا كلنا متفقين ان احنا جايين ناخد غطس رمضاني كده وحنطلع صولان من الناحية التانية لكن لما نبتدي ناخد الموضوع على محمل من الجدية زي موضوع الهجوم اللي على رحمة أحمد ده أنا بقلق عليكم وقلق على نفسنا كمان من اننا مخنا شكل ورايح في السكة دي احنا بقينا بنفكر كده فلما يطلع حاجة أبوخ من كده شوية صغيرة نتجنن بقى احنا كده بتدينا نصدق أكتر من اللازم والموضوع بقى خطر ياريت الناس تتفرج وهي سكتة السكتة بقى انه حقيقي ما عملتش حاجة يعني ايه ما عملتش فضيحة ايه ما عملتش جريمة الاعلانات كلها وحشة اسكت ولا كلمة ماسمح لكش ايه ده في ايه شفت كمية المجهود اللي روبي عملته في الاعلان دي مش يتيجي خمس خطوات من آخر الشاشة الأولة ولا كلمة لا يا دود عشرة خمسة في كل مشهد لا 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 أنا عارف الحاج إبراهيم مش مستحيل يعمل كده في روبي دود في الفاصل كده اقول لنا اتفرقت على ايه وايه ناوي تكمل وحتفكس ايه وتريكوميند وتريكوميند نشوف ايه انا لغاية دلوقتي اللي متأكد ان انا حكملهم ان شاء الله لنهايتهم هم الصفارة ورشيد رمضان لسه مش عارف الهرشة السابعة لسه مش شفتوش اصلا مش شفتوش منه اي حاجة الكبير يعني مكمل معها حلقتين تلاتة كمان لو ما تعدلش يمكن اخد جنب ومش عارف مش حاسس ان الوقت يسمح باكتر من ذلك اصلا بس حشوف